يتساءل الأردنيون اليوم كيف لحكومة عمر الرزاز أن تحقق مشروعها النهضوية للعامين المقبلين وتعجز ليومنا هذا عن حل مشكلة ما يسمى ببركة البيبسي في محافظة الزرقاء رغم وعودها المتكررة وزيارة الرزاز نفسه لها قبل أربعة أشهر فالمطاقة تشهد ما قد يسمى بالمحاولات الخجولة لمعالجة الواقع الأليم بعد مرور أربعة أشهر على تعهد الحكومة بإيجاد حل جذري لمشكلة بركة البيبسي في لوائر صيفة إلا أن المشكلة ما زالت مستمرة بسبب وقف أمانة عمان العمل بالمنطقة الأمر الذي نتج عنه تشكل البركة بفعل مياه الأمطار وقف المشروع ما منعرف مشكلته ليش وقف هو فيه له عطاء جديد هو فيه له إشي الآن الشتوى هاي اللي أجتنا أجتنا شتوى يعني الحمد لله رب العالمين نعم وفضل من الله عز وجل المية فاضت أكثر من اللازم حتى البركة صار فيها يعني لو استمرت الشتوى كمان شوية طفت البركة كمان مرة هذه البركة يعني مؤثرة على جبل فيصل المشيرفة المخيم الإسكان كلهم مضررين من هالبركة بلدية رصيفة وأمانة عمان أكدوا أن المشهوع يخطع حاليا لدراسة خاصة من خلال شركة عالمية بقرض من بنك الإعمار الدولي قيمته ست ملايين يورو نصفهم منها والنصف الآخر من الأمانة وأن العمل سيستمر في حال الانتهاء من إجراءات العطاء هناك ثلاث مليون دينار منهم مليون وثمانمائة ألف قرض والباقي كله منحة على أن تؤهل هذه المنطقة بعد ذلك بعد انهاء المشكلة البركة نفسها هناك إعادة تأهيل بحوالي 14 مليون يورو كلها منح من جهات أوروبية ماشروع بركة الببسي في بلدية رصيفة هذه الأرض تعود من كييتها لأمانة عمان نعمل اليوم على إعداد وثيقة طرح عطاء لإيجاد الحل المناسب الذي اتفقنا عليه من أجل تطوير هذه المنطقة ومعالجتها أعوام طويلة والأهالي القاطنين بالقرب من بركة الببسي ينادون بتأهيل الموقع وتطويره وجعله متنفسا طبيعيا للمواطنين وهو ما توافق مع تعهدات رئيس الحكومة في زيارته للمكان فهل سيرى مشهور بركة الببسي النور أم أنها وعود سيغلفها النسيان من محافظة الزلقاء محمد أبو علوان رؤية